طبعا الحرب شأن كبير وشأن جلل ودايما على رأي الكاتب الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل كان كاتب جمل أو في سياق سرده لأحداث كان يقول كده أنه تبدأ الأخبار في ساحة السياسة وإحنا اللي بنشوفه ده مشاهدها الأخيرة مجرد المشاهد الأخيرة للحرب لكن تبدأ الحروب والمعارك والصراعات بين الدول منذ أو قبلها بأوقات كثيرة ويمكن ده جزء من القراءة الأكبر والأوسع أو القراءة السياسية لما يحدث جراء الحروب لكن الذي يهمنا إنسانيا والذي يتعلق بنا إنسانيا دايما بتبقى طبعا من أجل سلام العالم كله أن العالم يبقى فيه سلام لكن بنبقى الأنين ومشغولين بأهلينا الموجودين في هذه البلاد وبنبقى عندنا طول وقت الرغبة في المتابعة فرد فرد وشخص شخص نحن النهاردة يعني عايزة أنقل بس اهتمام وتقدير ومؤذرة حقيقية لكل الأشخاص اللي بيبعثوا لنا بالمناسبة واللي بيقولوا لنا واللي بيتواصلوا مع مش بس الإعلام لكن مع الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة السفارة المصرية في أوكرانيا بتتصرف بشكل لحظي وفاعل وفيه تحديث مستمر لمناشدة كل الجالية المصرية الموجودة في أوكرانيا ونشدت السفارة المصرية في كايف بالمصريين بضرورة الالتزام بتعليمات السفارة من ساعات قليلة كنا شايفين نزوح كتير من أهالي المدن إلى بولندا وإلى دول القريبة طبعا طالبا لأمان أكثر لكن السفارة النهاردة بتقول أو بتناشط كل المواطنين عدم التحرك من المدن الوضع يا جماعة في أثناء الحروب يتغير من ساعة إلى ساعة وضحت السفارة كمان أن الطرق أصبحت غير آمنة في دوق استمرار الاشتباكات وأن البقاء في المدن أسلم من أجل الحفاظ على سلامة الجميع